اشتركوا في القناة امام الشافع قال هيك وانا لو افق على قولي هذه الخطة في الصدقانة لا احبها بالعكس وابا شوف انه احكم في هذا الباب كلمة فلوتارك عرب يسموه فلوتارخس فلوتارك صاحب العظماء قال لا احب ان يكون صديقي من اذا اهتززت اهتز واذا تغيرت تغير فظلي يفعل ذلك بشكل افضل حكمة لما اجيبها للعالم اقولهم فلوتارك قال هيك والشافع قال احب الاخ المواتي يجمع يقول لي اه اه هذا غلط اماما كان هناك غلطان لا خطة غير حكيمة فعلا غير حكيمة انا اريد واحد بالعكس مرآة انه قال المؤمن مرآته اخي لما يشوفني قذية يقول لي عدنان اه فهم سحيني لما يشوفني ملت يقول لي عدنان انت ملت اعتدل اعتدل صح او لا لما يشوفني العسد يقول لي عدنان هذا كويس انه قال هيك قبل بلوتارك قال الاخ المؤمن الصح هو اللي بصحك و اخاك او اخوك الحق من صدقك لا من صدقك معناها اخوك هذا ليس موجود عندي عندي الاسماعيلية الحشة شي لا ذا يصدقك كل شي عشان يانسك عشان تلين مقادتك بين يدي واضح البركامي او كامو فرنسي وجوده ماذا كان يقول كان يقول لا تمشي خلفي قد لا اقودك انا قائده لك انا ممكن اوديك فدهية لا تمشي امامي قد لا انسق خلفك امشي جانب اوكم صديقي جميل هذه ناس حكيمة صراحة انا في حد ذاته ليس حكيم هو وجودي مابول لكن الكلمة هذه صراحة حكيمة لا تمشي خلفي ممكن اوديك فدهية انا ماش اله ماش معصومة ما تمشي قدامي انا ماش عبت ممكن ما ساخش اكون حاجبتك اياها امشي جانب وكن صديقي احنا اثنين بس عنا اربع عيون صح ولا و اربع عيون احسن من عينتين وعقلين احسن من عقل و ستة عيون احسن من ايه و ثلاث عقل احسن من ايه و هكذا صح ولا والمؤمن قوي باخي ضعيف هكذا النبي علمنا شوف النبي اوتي الحكمة كلها النبي ما فيش عنده شيء مئة في المئة ما شاء الله علي بصراحة دائما خطته مئة في المئة فهم عنده مسلوب التأنيس انت وانت وانت وعقلهم انت تسادك المرتبة الثالثة التشكيك يبدو قولك والله يا اخير ما شاء الله مذهبك ودينك ما هي لا تشوف انا مرة خطر لسؤالي حيرنا اكيد جواب عندك يلقي اليك بشوبها بالدوغ من انت بشككك في امامك في دينك كيف اكيد عندك الجواب صح لا الله ما عندي الجواب ها وهكذا تحت شوعة كما مشوها ثانية تالتة رابعا لنت دائغ فبتقول قولك انا حتى ما عنديش دخلك في الرابعة اللي يسمع ايه التعليق ساسبينشي اعلقك لا بعطيك الجواب ولا شفاك ايه من الشبهات هذه دخلك الفيروس ومعطكاش ايه المضاد سيئة بكيك من غير علاج فانت بتصير ايه كريشة في مهب الريح بتقامل لحظة وتشك لحظة بتوقي اللحظة ايه وبتتردى لحظة وبتصير تعبان ومصدع طبعا مش عارفت نام الليل لما بشوفك استويت هذا حسن بالصباح هذه برنامج الداعو اللعين احذروا من هؤلاء الناس طبعا ما فيشي اليوم حشيشي ما فيش كذا بس في جماعات سرية قد يكون حتى ماسونية وقد تكون تنظمات اسلامية وقدوك في داية تسلق وتذبع وتكفر اكيد عندهم شي مشابه هيك مستحرجك من اول يوم تعال احنا هدفنا نعمل هيك وهيك وهيك وبدنا نفجع مستحيل مستحيل صح ولا ومرات الحكاية سنوات لم بملوا ايدهم منات وقال تعال انت صرت الحيني مستوكا احنا بدنا نعمل هيك وهيك برنامجنا كذا وكذا فبس صير معهم كون انت هيد انت من البداية لما تشوف الواحد مش واضح ما يقول له بالسنين وبوجهين قال عليه الصلاة وأفضل السلام من كان له في الدنيا وجهان كان كان له يوم القيامة لسنان من النار هذا رواء احمد ابو دود عن عمار بن ياسر يعني لماذا نعرفك هذه الحديثة تستغرب لماذا النبي كثير شدت في القضيه هذه لانه عارف انه دينه وامته سيخترقون عبر هؤلاء الزناتقة وعارف النبي انه عموم الناس سدج وغلابة معياليين فعلا يضحك عليهم فحاول نبي يعمل فينا ايش حصانة يبني سدود يفهمنا بس ما شيخنا ما عملوش بصراحة الله يرحمه ويغفر لهم ما عملوش مليح ما اجوش يخطبوا في الناس وفهموهم انه انتبه النبي قال استفت قلبك وان افتاك الناس وابتاك وابتاك النبي قال في حديث عياض ابن حمار مجاجع في صحيح مسلم وأهل النار ثلاثة وذكر منهم الذين هم فيكم ضعاف لا زبر لهم الذين هم فيكم تبع لا زبر لهم النبي قال الضعاف فيكم الغلابة ما عندهم مش اهداف وطموحات بس هم مجرد عدوات صماء تستخدم اقتل باقتل سب سب بدنا نعمل يوم هاشتاك ضد سمير حن مثلا ولا سمير يعبودها فبدخل الزن دخ الملعون ابن كزل يا رجل حطوا على جهنم انت قسم بالله وادوك على جهنم هذولا اياك انك تكتب كلمة انت مش بتأكد منها ما تخشش هيك انت انا اهبل ان نبي قال هذول اهل جهنم ثلاثة منهم هذا واحد ضعيف غلبان لا عنده ايه مسكين اهداف لا في مال لا في ولد لكن اعمل بعمل سب سب اعمل بعمل هذا الحديث ضروري نعلم الناس على المنابر ونشرع عائلهم حديث مسلم انا فعلت هذا اكثر مرة واجبت الحديث بطولي حديث جميل جدا 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 لكن ما بسمعوش من الامة في حديث لا تسمع تقريبا ما بتسمحاش حياتك كلها وكمان حديث علي لما قال والذي نفس بيده لو يدخلوها ما خرجوا منها ابدا انه يبعث ناس وامر عليهم اميرا الامير هتطلع فيه شوية وشة مختلع قليلا واضح هم اجمعوا حطبا اجمعوا حطبا اوخذوا نارا سعروا نار ألخوا انفسكم فيها خشوا بعضهم فكروا لك قال له النبي قال لنا اطيعوا الامير ومن اطاع الأمير فقد اطاعني وهقول له خشوا في النار الان قالوا بالنبي لما قال اطيعوا الامير بالمطلق هي لا يوجد طعام مطلقه طعام مقيده يا أخي النبي هو النبي لما كانوا يقولون ما نعملو كانوا يقولون يا رسول الله نعمل هذا الشيء عمر من الله إليك وحي ولا رأي منك ومكيدة وخدعة وتدبير قلوا تدبير قلوا لا لا هذا مش رأي صح ولا مش هنجيب الأشياء اللي قلناها همية مرة معروفة لكم وكلكم وهو النبي يعني وأنت النبي وأذكى البشر وأنقى البشر وأطهر الناس سريرة وإرادة ونية ومقصدا إذا اللي بتؤمرنا فيه مش وحي بدنا نقشك فيه أنا ممكن يكون مش مئة في المئة وطلع مش مئة في أكثر من الواقع وأنا مصحيح بدك دين أحسن من هيك بدك نبي أعظم من هيك هذا مش نبي الحشاشين نبي المستيقظين بس إحنا اليوم أمة الحشاشين أنه لم نسر في ركاب محمد صدنا في ركب الحشاشين دولون أن ندري أقسم بالله هو قالنا قالنا ثم يكون الهرج الهرج يعني ما الهرج قال القتل حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل مش لك عمر روح طوق روح طوق يا أخي يخرب بيتك أجهنم حتى تروح يأتيك أمر روح تحزم خش في المسجد وكبر وينسفهم تنسف المسلمين الموحدين مظليين ومتفكحات مسلم والشيخي اللي بعثت مسلم الزنديق هذا الحشاش هذه طائفة الحشاشين الجديدة على كل حد نسمي الخطبة نسميها قرامطة وماسون لكل العصور موجودين تكرروا هذه القصة النبي ما علمنا شي كون هيك قال لك لا فالمهم فقال لك لا مش حنخش النار هذا أميرنا فيه وش لما أرجع للنبي قال يا رسول الله حصل معنا قال والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها أنا هيك فهمتكو قطع الأمير في حدود الطاعة لله والرسول في حدود المعقول مش في كل شيء قطع الأمير لو عجل الأمير قال لك أقتل أخوك يقول كيف أقتل أخي إيش عمل أخي هل قتل هل أفسد في الأرض حارب بإيش أقتله بأمرك بأمري أقولوا لا لا أقتلوه بأمرك روح نعم يا حبيبي أقتل بأمرك أنت مجنون طبعا اليوم لا أقتل بأقتله فجر بفجر يحرقوا بحرقوا خونوا بخونوا وقع بوقعوا أي حاجة أي حاجة طاعة مطلقة ما في طاعة مطلقة إلا المجانين طاعتوا عقولهم بالطريقة هذه أخواني انتبهوا انتبهوا فعلا يعني في قضية قال لك التعليق بعد ما بعلقوه تيجي لقضية التدليس قضية التدليس شو التدليس الآن ببدو سربونه بعض معلومات إيش الإسماعيلية النزارية هذه وبكبرونه في في الإمام وفي الدعاء الكبار وفي المذهب وأنه عندهم كذا كذا وما شاء الله عندهم كرمات وعندهم خوارق وناس مباركين وعبادتهم وصلاتهم وزهدهم في الدنيا وما شاء الله عليهم وإخلاصهم وكذا ورؤية وشافوا النبي كذا وإه بس كين بتخربط قال بسموا إيه التدليس واضح وبعد إيه ما يخف التدليس بدخول حين إيش في العميق عاد إحنا طائفة الحششيين أو طائفة الإسماعيل النزارية إحنا أهل الحق إحنا أهل النجاة إمامنا إمام الزمان حلت فيه روح كذا هو المهدي هو الكذا هو عيسى